موسيقى من بحر مفوش سمك خالص منين يجيب له السمك اللي يملى الشبك مرتين تتكرر الحادثة دي لما أشوف في معجزة الخمسة أرغفة وسمكتين خمسة أرغفة وسمكتين منين يجي سمك ويجي خبز يكفي خمس تلاف عائلة عشان خطر يشبههم ويتكرر نفس الأمر في موضوع الأربعة أرغفة والقليل من الصغار السمك يقول إيه الكلام ده هو غير أنه هو ده الخالق فسؤال الملاك ما كانش من فراغ هو كل ده هو ما كافكوش مين معجزات في كل العهد القديم اللي تسعة وتلاتين سفر وكان مهائل من الأنبياء شفنا حد عمل معجزات زي معجزاته كان فريد جدا في معجزاته مين مشى على المية زيه بلاش كده هو خليني أقولك حاجة أهم من كل ده هو الأسلوب اللي هو صنع به المعجزات كل اللي كانوا بيعملوا معجزات لما أشوف مثلا واحد زي إلي ولا إليش على مكان يقيم الميت كان بيعمل إيه يقعد يتمدد عليه ويمشي ويتمشي يقعد يصلي ويرجع يتمدد تاني لكن ده اللي بكلمة يعني بكلمة واحدة المعجزة بتكون بأمر مش قال فكان وأمر فصار مين اللي قال فكان ومين اللي أمر فصار مين اللي مكتوب عنه الكلام ده هو في العهد القديم عشان يتحقق بشكل حرفي في العهد الجديد وعايز أقول لحضرتك مش كده مش المعجزات اللي عملها لكن أنا عايز أقول أعظم وأعظم معجزة شخصه لما أنا أكون واقف قدام القداسة الكاملة لما أنا أكون واقف قدام البر كله لما أنا أكون واقف قدام النقاء والطهارة اللي ما كانش ليها في كل التاريخ نظير لما أكون واقف قدام شخص هو في قمة العظمة وفي نفس الوقت في قمة الإتضاع وأشوف الشخص ده هو مين ده أعظم معجزة ما كانش مكفيكم ومال يعنيكم سؤال الملاك ما كانش سؤال من فراغ سؤال فيه استغراب وسؤال زي ما حضرتك قلت فيه استعجاب فلماذا تطلبنا الحي بين الأموات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة